أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر عازمة على المضي قدما في مسيرة التنمية الشاملة بما يحقق الرخاء والاستقرار في البلاد جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي نيابة عن السيد رئيس عبد الفتاح السيسي في فعليات نسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والذي يقام بالرياض فإن مصر عازمة على المضي قدما بخطا سابتة في مسيرة التنمية الشاملة بما يحقق الرخاء والازدهار لبلادنا وفي هذا الإطار تواصل مصر العمل بلا هوادة تحت قيادة فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي على عدة محاور من بينها أولا تعزيز دور القطاع الخاص وتولي مصر أهمية بالغة لدور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الأولويات والخطط الوطنية وقد اتخذت الحكومة المصرية مؤخرا مجموعة من الخطى والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتزليل العقبات التي تواجه المستثمرين ولعل من أبرز تلك الخطوات وضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص بالإضافة إلى توحيد سعر الصرف ومنح الرخصة الزهبية للمستثمرين